المعاني التي تعينك على الخشوح في الصلاة أن تعلم أن الله يجيبك في صلاتك فعلا التواقب بين يدي الله وتخاطب الله عز وجل يعني لما تقول الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يقول حمدني عبدي وحينما تقول الرحمن الرحيم الله عز وجل يقول أثنى علي عبدي حينما تقول مالك يوم الدين الله عز وجل يجيبك ويقول مجدني عبدي وحينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين الله عز وجل يجيبك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وحينما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله عز وجل يقول هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل يعني دي خطاب بينك وبين الله سبحانه وتعالى بلازم كما قلت ليست حركات وتقوص وإنما أنت بين يدي الله والله عز وجل يجيبك في دعايك ولابد أنك أنت تفكر في معاني الكلمات التي تنطق بها وأيضا تتدبر في الآيات التي تقرؤها يعني حتى بعد صورة الفاتحة إذا قرأت مثلا صورة من صور القرآن بتتدبر في معاني الصورة حتى ولو كانت من قصر الصور أو الآيات التي تقرؤها وأن تنوع فيها لماذا التنوع؟ لأن التنوع يعينك على الخشوع وأنك أنت تفكر في معاني الكلمات